السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة صدق أو لا تصدق أسلوب جديد للعلاج مجاني آمن تماما وأكثر فعالية ربما من بعض الأدوية هذا ما كشفه بحث أمريكي جديد لجامعة كينتاكي يقول فيه العلماء إن الجهاز المسؤول رقم واحد عن مقاومة الأمراض هو جهاز المناعة فكل واحد مننا زوده الله بنظام مناعة محدد وهذا النظام يختلف من شخص لآخر هذا النظام حساس جدا ومعقد جدا ويتأثر بالعوامل الخارجية والداخلية فوجد هذا البحث أن الإنسان بمجرد أن يغير نظرته للأمور فإن نظام المناعة يصبح أقوى بكثير وربما ينقذ الإنسان من موت محتم ربما تستغرب من هذا الكلام ولكن قبل أن أعرض عليك الدراسة أخي الحبيب سأعطيك مثال بسيط من واقعنا الذي ربما كثير مننا سمع به مريض سرطان أعاذنا الله وإياكم منهم لا يشفى أمامه مثلا سنة المريض ليموت أو ليفارق الحياة على أقصى تقدير بمجرد أن تعطيه جرعة من التفاؤل وتقول له مثلا أنت مرضك بسيط وأن العلاج مؤكد بنسبة مئة بالمئة على أن هذا الأمر غير حقيقة ولكن أنت تعطيه جرعة من الأمل والتفاؤل نظام المناعة لديه يصبح أقوى بأضعاف وربما يعيش سنوات طيب بالمقابل نفس المريض يأتي شخص ويقول له أنت مريض سرطان لا علاج له وسوف تموت خلال سنة هذا الخبر الذي ينزل عليه كالصاعقة يدمر نظام المناعة لديه وأنا أعني ما أقول ربما لا يعيش إلا أشهر قليلة ويفارق الحياة قبل الموعد المفترض له لاحظ تأثير نظرة الإنسان ومقدار التفاؤل لذلك العلماء هناك يدرسون هذه القضية لأنها مهمة جدا يعني يقولون بالحرف الواحد إن نوعية نظرة الإنسان إلى الأمور تحدد قوة نظام المناعة لديه شيء غريب معظمنا يظن أن هذا الكلام عادي لا هذا كلام علمي أيها الأحبة يعني هناك مريض زرع الطبيب في رأسه أنه سيشفى بشكل مؤكد خلال أيام بالفعل يشفى وهناك مريض أوهمه الطبيب أنه أنه أن فترة العلاج ستطول وبالفعل تطول فترة العلاج لذلك الدراسة تقول إن النظرة الإيجابية لكل أمور الحياة طبعا هذا في الوضع الطبيعي بالنسبة للإنسان غير المريض بالنسبة للمريض التفاؤل مهم أكثر تقول هذه النظرة الدراسة تقول هذه النظرة المتفائلة لها تأثير مفيد على الصحة تعزز النظام المناعي تقلل من هرمون الإجهاد الكورتزول مما يعزز كفاءة أجهزة الجسد بشكل عام ويقولون إن هذا الاكتشاف قد يكون له أثر كبير على أساليب العلاج الجديد أو البديلة لأن العلاج الكيميائي أيها الأحبة أخذ حدوده الآن حتى إن بعض المضادات الحيوية أو معظمها تقريبا بدأت تفقد قوتها لأن الجراثيم طورت أنواع منها قادرة على مقاومة والتعايش مع هذه المضادات الحيوية وبالتالي العلماء كل يوم يكشفون عن أساليب جديدة في العلاج وربما من أفضل الأساليب وأرخصها وأكثرها أمنا لا يوجد أثار جانبية تقوية التفاؤل لدى الإنسان في كل شيء من حوله طبعا البحث الذي نشرته جامعة كنتاكي يقول أن الشعور المتفائل بالنسبة للمستقبل تحديدا لأن أكثر ما يدمر نظام المناعة الخوف من المستقبل الخوف من المرض أحيانا الخوف من المرض يقتل يعني أحيانا الإنسان عندما يتوهم في مرض معين تسوء حالته كثيرا من دون أن يمرض فقط بمجرد الوسواس الذي يعاني منه فالشعور المتفائل بخصوص المستقبل قد يؤدي لشعور أفضل في الواقع أيضا ينعكس على الواقع سبحان الله وهذه قاعدة صحيحة أيها الأحبة يعني دائما توقع الخير دائما أن تتوقع الخير فتجد هذا الخير غالبا أيضا تقول الدراسة إن التفاؤل والنظرة الإيجابية للأمور مفيد للصحة فهو يعزز من قدرة الجسم على محاربة العدوى يعني أنت عندما تتفائل تعطي نظامك المناعي قدرة أكبر على مقاومة الأمراض والعدوى والبكتيريا وغير ذلك طبعا هذه الدراسة نشرت في مجلة علم النفس ونتجة ونتجة هذه الدراسة تقول إن قوة الاستجابة المناعية للجسم ترتفع أكثر بين المتفائلين وتكون الاستجابة بطيئة بين المتشائمين يعني نظامك المناعي يستجيب بصورة بطيئة جدا إذا كنت متشائما فتجد أنه أن مقاومة الأمراض لديه ضعيفة بينما الاستجابة المناعية ضد الأمراض لدى المتفائل تكون أقوى وأسرع سبحان الله طبعا هناك دراسات كثيرة أيها الأحبة بيّنت أن التفائل مفيد للصحة وقد يمنع إلى حد كبير فرص الإصابة بالسكتات القلبية أو الموت مفاجئ يعني أحيانا كثرة الهموم والتشاؤم تؤدي للموت لذلك هنا أنا لابد قبل أن أكمل يحضرني موقف عاشه سيدنا يعقوب عليه السلام هذا النبي الكريم الصابر المتفائل بعد أن دب اليأس بين أبنائه وبين أهله وفقدوا أي أمل من إيجاد سيدنا يوسف قال وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مجرد أنك دخلت في نفق اليأس نهاية هذا النفق هو الكفر والإلحاد والعياذ بالله وهذه قوة الإسلام أيها الأحبة أن الإسلام ما فائدة أن تكون مسلما أن تكون مسلما يعني أن تكون متفائلا باختصار أن تحب الخير تحب الحياة تحب المستقبل تحب لقاء الله فتجد أن نظام المناع لدى الإنسان المؤمن المتفائل أعلى بكثير من المتشائن أو من شخص يائس أو شخص ملحد لذلك الدراسات أيضا هناك عشرات الدراسات أيها الأحبة حول موضوع التفاؤل والنظرة الإيجابية تقول بأن الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه أو بعض الأمراض البسيطة بمجرد التفاؤل أو يسرع العلاج يعني الإنسان المتفائل يستجيب جسده للعلاج حتى العلاج الكيميائي يستجيب أكثر من إنسان منطوي على نفسه متشائم منعزل لذلك نجد أن أحيانا إنسان نوبة غضب قد تقتله طيب ما الذي حدث ما هي نوبة الغضب أصلا هي معلومة تدخل إلى الدماغ تؤثر على القلب فتحدث الجلطة القلبية أو الموت المفاجئ طيب بنفس الوقت المعلومة المعاكسة معلومة متفائلة يمكن أن تنعش هذا القلب وتجعله مطمئنا وتجعل الإنسان متفائلا وتنقذه من الموت أو من المرض لذلك هنا أيها الأحبة يعني لو عدنا إلى سلوك حبيبكم عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم الصابر المتفائل صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان يعجبه الفأل الحسن في أشد المواقف يأسا عندما طارده المشركون وأخرجوه خارج مكة ولجأ إلى الغار سيدنا أبو بكر كان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو عليه أو تبدو عليه علامات الحزن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا انظر إلى جرعة هائلة من التفاؤل جرعة قوية جدا من الأمل لا تحزن إن الله معنا لذلك الحزن في القرآن نجده غالبا أو دائما بصيغة النهي ولا تحزنوا مثلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تحزن عليهم ألا تحزني دائما نهي الله يأمر عباده بأن لا يحزنوا أبدا لأن المؤمن لا يحزن لماذا لأن الحزن فيه نوع من التشاؤم والإسلام دين التفاؤل مثلا انظر معي إلى هذا الخطاب الإلهي الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني لا تيأسوا ولو ذرة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انظر انظر الملك سبحانه وتعالى كم يعطيك كمية التفاؤل التي يجعلك تعيشها لا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لذلك نجد أن إبليس سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله أي يأس من رحمة الله يقول تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمة وولئك لهم عذاب أليم من يأس من رحمة الله مصيره والعياذ بالله في جهنم لذلك احذر من اليأس أخي الحبيب دائما كن متفائلا مثل حبيبك عليه الصلاة والسلام الذي كان أشد الناس تفاؤلا كان في أعتقد في غزوة الخندق أو في بعض الغزوات حيث حاصره المشركون والمنافقون وتآمروا عليه وكان المسلمون في أضعف حالة يمكن أن تتخيلها ماذا قال في ذلك الموقف انظر إلى كمية التفاؤل قال لا يبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار تصور إنسان محاصر يقول هذا الكلام وبالفعل اليوم الإسلام موجود في كل دول العالم حتى في ألسكا وفي مناطق لم نكن نتخيل أن يصل لها الإسلام الإسلام وصلها تخيل أخي الحبيب كيف أن هذا النبي كان متفائلا في أصعب الظروف فمهما كانت مصيبتك لن تصل لمستوى الأحزان والمصائب والأذى الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام فكلما صبرت ابتغاء وجلة وكلما تفائلت أكثر وكلما فكرت أن المستقبل سيكون أفضل هذا الأمر سينعكس على حياتك من الناحية النفسية من الناحية الفيزيولوجية من ناحية مقاومة الأمراض ولذلك العلماء اليوم كما قلت لكم يعملون على هذه الأساليب البديلة لعلاج بعض الأمراض أو للمساعدة في علاج بعض الأمراض نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر